السلام عليكم مرحبا بكم في قناة رجاء المغربية وصفة لليوم عبارة عن قطو غلاسي بالكاراميل بلانسيغ كاراميل والفواكيل جافة وكذلك بقلاساج مغواغ ناجح مليون بالمئة خطوة بخطوة من الاول حتى الاخير غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وان شاء الله غادي نجح معاكم بلا ما نطول عليكم دوز المقادر وطريقة التحذير بسم الله على بركة الله بالنسبة لهذا الوصفة غادي نحتاجو الكيك اللي غادي نحتاجو فيه الجج ديال البيضات بحرارة المطبخ غادي نضيف عليهم رشيشة ديالة الملح غادي نطرب الكل جيدا دائما هاد الخطوة طاعة التطرب تتكون مهمة في الكيك البنات غادي نضيف عليهم ربعات المعالب كبار ديال السنيدة تنضيف شوية بشوية حتى نكملهم وانا تنطرب غادي نضيف عليهم كذلك ربعات المعالب كبار ديال الزيت يمكن لكم تطرب والبنات غير بتطرب اليدوي غادي نضيف عليهم ربعات المعالب من الحليب نفس الملعقة اللي عبرت بها سانيدان عبر بها الزيت الحليب وكل العناصر هنا عندي الدقيق ربعات المعالق دقيق نوعية ممتازة يكونوا عامرين غادي نضيف عليهم زوج ديال المعالق كاكاو مور نوعية جيدة كذلك غادي نغرب الكل جيدا غادي نضيف عليهم خمارة حمراء من حجب 8 قرام غادي نغرب لها كذلك بعاهم غادي نخلط الكل غادي نضيفه للخليط السابق هنا تنضيف واحد الصاشفاني تنخللها هي الأخرة باش تبقى اليديك تنسيمة ديال طلفاني في الكيك ديال تنخلط الكل غادي نصبهم فطاواء ديال 27 الى 27 او اقل يعني لا حسب المتوفر عندكم غادي ندخلهم الفران على نار مهيلة لمدة 20 دقيق بعد ما طبط هاي البنات غادي نقطعها بإطار يعني 22 الى 22 هنا غادي نوجد لنسيغ ديالي تنحتاج كأس ممتلئ بسكر سنيدة غادي نوضعه على نار مهيلة حتي وليلي كراميل غادي نضيف علي ثلاثة المعالة كبار الزوبدة اي ما يعدل 65 قرام الزوبدة حيوانية يعني نوعية جيدة باش حتى الماضاق يجي زوين البنات هنا تنبقى تنخلط داك الكراميل معاديك الزبدة حتى تي ينساجموا تفكر نار مهيلة كيف مما تتشوفو هنا غادي نطرب زوج صفار البيض مع نص ميل عقة كبيرة سنيدة غادي نطربهم زيان وغادي نضيف رشيشة ليلة الملح على داك البيض باش نضيفه على الكراميل اعطني واحد النكهة اللي ياجبنينا هنا غادي نضيف 150 قرام اللوز وقرقاء اللي صهدتهم وقطعتهم باش نحيد منهم ديك الرطوبة تنخلط الكل هنا تنضيف داك جوج صفار البيض يعني بحركة خفيفة هنا تيبغي الصور على البنات باش ما يطيبش ليلة داك الصفار ديال البيض تنخلط تقريبا يعني تواني معدودة ماشي بزاف صافي وتنطفي عليهم غير باش يطيب ليلة داك البيض وما يطيبش داك الطياب الخيب هنا غادي نكوب لانصيق ديالي على ديك الكيك بلا ما تسقوه البنات ما حتى شي حاجة هادي هي الطبقة المقارميشة من بعد غادي ندوز باش غادي نحضر اللاموس ديالي اللي غا نحتاج لعمية وستين قرام ديال الحلب غادي نديرو يدفالية فوق النار غادي ناخد جوج أوراق ديال الجيلاتين اللي غادي نرطبهم فح جوج معارق ديال الما ما ديال روبيني عادي نخليهم دا يطلقوه غادي ناخد جوج أصفر بيض كيف ما اشتوه البنات هنا غادي نحضر معاكم كريمة الإنجليزية هولا الكريمة انجليز غادي نضيف عليها 30 قرام سكر سانيدا غادي نطرب مزيان داك البيض وهو ديكسانيدا حتى تنحصل على واحد الخاليط تقريبا أبيض غادي ناخد داك الحليب غير يدفال البنات ما يغلاش غادي نبدا نضيفو شوية بشوية على داك الصفر تاعل البيض وهو ديكسانيدا من بعد غادي نرضو الكسر هنا وغادي نحطوه فوق النار هادي هي اهم خطوه فلا كريمة انجليز هنا فوق النار خاسكن ترضو لي البال بزافة البنات يعني غير تيجيب الغليا كيف ما غادي تشوفو يبدي دير دوك الفوقاعات صافيطة حطيه ما تخليش حتي يفوت بزاف الطياب لانه لا تبصر قطيت صفالك البيض الفوق وتينزلك الحليب يعني يخسر كيف ممشته هو البنات غير بدو فيدوك الفوقاعات هنا تنبردو شوية وتنطربو باش ما يكمش ليدك الطياب ديالو نهائيا هنا تنصفي كيف ممشته غادي نضيف عليه 150 جرام طاعة شوكلاة غيش وبيض وغادي نحركو كدالك حتي يدو ليدك الشوكلاة في الكريمة ديالي وهي بقا سخونة هنا غادي نضيف عليه كدالك الجيلاتين غادي نعصره مزيان من داك المال بنات غادي نضيفو على داك الخاليط الاول وغادي نحركو كدالك حتي يدو بليا داك الجيلاتين هنا غادي نطلع على كريم شانتي ديالي تنحتاج جوش الكيسان عنبا ديال الكريم شانتي هنا غادي نطلعو دومي مونتي يعني نصف تطليعة ما نخليش ما نطلعوش حتي يوقف غادي يطلعو غير من النص فقط ونحبس باش تتجيني الحلواء كريمية غير تبعو بنتال الخطوات صورتو معاكم من الاول حتى الاخر هاي الطريقة يعني هاد المستوى غادي وصل فقط للكريم غادي نحبس هنا غادي نبدا نخلط اولا داخل ديك الكريمة مع الكريم انجليز ديالي بالنسبة الكريم انجليز هنا في هاد المرحلة البنات رات تكون بردة يعني واخدة حرارة المطبخ ما تكونش سخونة بزاف يلا كانت سخونة غا تدوب لكم كل شي ديك الكريم شانتي يعني بحل ما انتو والو هنا غادي نبدا نمونتي اخديت الايطار ديالي نفس الايطار هنا يزد فيه تقريبا يعني 24 على 24 او 25 او 25 تنخلي تنكبرو مش غادي نوضع ديك الطابقة المقارمشة ديالي الانسيق ديالي هو الكيك غادي يجو في الوسط هنا كيف ممتا تشوفو فاش عمرت يعني عمرت جميع جواني بتنضرب شوية بالقالب ديالي باش ديكل الفوق ما يكونش فيه فقاعات ما تكونش فيه حتى شي حاجة تحتويه يكون كله عمر وجيني كيكا تاعي كلها مقادة هنا خديت الكيك هو اولانسيق ديالي درتهم الوسط كيف ممتا تشوفو تنضغط شوية البنات من بعد غادي نطلع لها ديك الكريمة غادي نقطيها مزيان بالفيلم اني مونتا غادي نضفلها لفريقو لليلة كاملة هنا غادي نحضر معكم القلاساج الرائع يعني القلاساج مغوا غادي نحتاج به ميتين وعشرة جرام ديال سوكا سانيدا وهنا غادي نوضع نصف بنصف يعني غادي نحط نمص الكسرون ونحطو على النار حتى اوليليا كراميل يعني نصف وغادي نضيف الكيمية الاخرى هنا غادي نحتاج وغادي نضيف على الوراق ديال الجيلاتين اللي غادي نضيف كذلك في واحد جوج يعني من معلقة حتى الجوج ديال الماء ونخليه مرتبو هنا كيف ماشته اول كراميل ديالي لبنت سانيدا بدتت تتولي كراميل غادي نضيف على الكمية الاخرى هنا يباش ما تعدوش ان الكمية تتكون كبيرة بعد ما دابت يعني ولا عندي ذاك الكراميل بهاد اللون طب فعلا غادي نضيف على مية وخمسة جرام لما يعادل نصف كأس عنبا وغادي نضيف على واحد خمسين جرام ديال الجليكوزو والطا يحتل له معان وتيجي رائع لبنت في القلاساج هنا غادي نحتاج كأس عامر عنبا ديال الكريم شنطي كذلك يعني الكريمة السائلة غادي نضعه فوق النار حتي يطبخ لي يعني فاش يطبخ ينصل هاد الدرازة غير تطبخ ديك الكريمة مع داك الماء تنطفع عليه غادي نضيف عليه جيلاتين ديالي غادي نعصره كذلك من داك الماء وغادي نحركه جيدا حتي يدو فيه وغادي نصفه تبعو المراحي للبنت راتي يجي رائع هاد القلاساج ناجح هنا بعد ما صفيته غادي نحتاج الميكسور وغلا البغا ميكسور هنا غادي نتحنه مزيان كيف ماشته البنت راح تلون ديالو تيطغير من بعد غادي نصفه غادي نغطيهم زيان الفيلم كذلك يعني حتى ننتوشيه بداك الفيلم كذلك غادي نحتو غير في تلاجل تحت يعني ما يكونش في الفريقو ونخليه كذلك ليلى كاملة بالنسبة اللموس والكيك تنحطه في الفريقو ليلى كاملة وكذلك الغلاساج يعني يحبد انكم تقدوا هاد شي في الليل يعني تصاب بالليل كيف مانا كيف مانا هو موضح لكم يبات في تلاجل غادي تتلقي كل شي موجود ها هو القلاساج ديالي لبنات بعد ما برد يعني جماد تتشوفوا هاد اللوين ديالو كيفاش طي يعطي يعني كل ما تحنطيه كل ما طي تغير اللون ديالو وتيجي ناجح اهنا غادي نوضع القلاساج ديالي في حمام مريم او الباماغين خليه حتي يدوب من بعد خليطي اخد حرار 37 انا غادي نحيت دكسل وفن القطو ديالي ونحطو بهاد الكيفية يعني ممكن لكم تستعنوا بزلافة او لا اي اناء عندكم غادي نبدأ نوضع عليه القلاساج يعني من وسط الجوانب غير ملاحظة البنات بالنسبة لهاد القلاساج جرى فيه ساعة يعني بسرعة تيجمد كانوا عندكم ديقوتوش كان عندكم اه بان لكم شي عيب بان لكم شي حاجة خاصكم بسرعة تغطيوها باش ما تبانش قبل ما يجمد لكم القلاساج صافي هنا غادي نغطي الكيك ديالي مزيان غادي نخليها حتى تجمد يعني حتى ينشف هذا القلاساج وندوزو يعني التقديم ديالها بعد ما نشوف القلاساج لدينا البنات كيف ما تشوفوه قلاساج ناجح مليون في المئة فقط تبعوا الخطوات خطوة بخطوة المقادير كذلك كما هي وان شاء الله غادي يجح معكم هنا زينت بخطوط من الشوكولات يعني خطوط بيضاء بشوكولات الأبيض زينت كذلك بورود شوكولات الأبيض هنا عندي الفرمبواز مجفف المعسل أسود عندي كذلك هنا عملت هذه الدوائر باللوز والكاراميل والشوكولات تزيين بسيط جدا وتزيين يبقى اختياري كل واحد والدوق دياله وكل واحد والمتوفر عنده هنا كيفما ترشوفها هي فضوة البنات هذا اول لون ديالها رائع جدا كيفما اشتوها هنا ومعينة ومعينة ميلاد كامل عادة اذا اعجبكم فيديوهاتي لا تنساوش تعموني بلعب لايك بلعب 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 ببارتاج خاصة جدود لأول مرأة في قناتي ومعينة اشتراك كذلك اشتركوا في القناة اللقاء بنجب حتى تظهوا اشتركوا في القناة بالرجль القناة اشتركوا في القناة الارضة اشتركوا في القناة بلعب بلعب